موسيقى وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى صحابه المسلمة الدرس الخامس عشر مع سلسلة نداء الإيمان هذه المرة إنما هناك آيتين مذكورتين بين دفتي المصحف نداء الله تعالى للمؤمنين متبعا بإنما أي أداة توكيد وحصر يقول مولانا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم منتقون هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت بعد سلسلة من الآيات والأحكام تتدرج مع المسلمين في المدينة بعد أن ألفوا مسألة شرب الخمر لمدة طويلة فالمولى سبحانه عز وجل ركز في الفترة المكية ثلاثة عشر عاما على ربط القلوب بالله واليوم الآخر حتى يذعنوا ويسلموا ويستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى وبعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أمرهم أن يتركوها مرة واحدة ففي المدينة بدأ لأول مرة إن شاء الله تبارك وتعالى يأمر المولى المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى متحدثا عن ضرر الخمر بالمقارنة مع إيجابياته يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لكن لم يحرم كما تعرفون ثم في صورة النساء ياهو الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فابتعد الناس عن الخمر أو قاط الصلاة وكل ذلك لتهيئ الأمة لتتركه مرة أخرى لأن العادات إذا استحكمت في أعراف الناس كان انتزاعها منهم إنما يكون أيضا بالقوة التي استحكمت إذن فلا بد من قوة وهذه القوة هي قوة الإيمان بالله واليوم الآخر فكان عمر يقول اللهم أنزل علينا حكما شافيا في هذه الآفة فقال عليه سبحانه عز وجل في كتابه الكريم في آخر آية يا أيها الذين آمنوا إنما أداتوا توكيد وحصر الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ويكفي أن يصفها الله بالرجس من عمل الشيطان أن يتوقها الإنسان ويكرهها ويعافها ويبتعد عنها فاجتنبوه لعلكم تفلحون قضية اجتنبوه عندنا هي أشد من حرمة عليكم لأن التحريم إنما يتوجه لعين الشيء المحرم أما اجتنبوه فابتعدوا عنه وكل شيء نؤدي إليه عليكم أن تتركوه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعنى في الخمر عشرة كل من لهم صلة بالخمر وسماها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم الخبائث ثم بعد ذلك ذكر المولى سبحانه عز وجل المقاصد الشرعية المتوخات من تحريم الخمر فقال إنها إن شاء الله تبارك وتعالى هالغرض منها أن الشيطان يريد أن يقع بينكم العداوة والمغضاء في الخمر والميسر هذا بين الناس ثم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فقالوا انتعين الآية الثانية في صورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إذن فالمشركون أيضا نجس والنجاسة هي النجاسة المعنوية أي نجاسة القلوب لأن عقيدة الشرك تستقر في قلوبهم ولما أراد الله لأرض الجزيرة أن تبقى يعني للإسلام فقط فلا ينبغي للمشركين أبدا أن يقربوها وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وصلى الله على حبيبنا محمد